يا صباح الياسمين تعالوا النهاردة اصبح عليكم بفيديو صغير وفكرة بسيطة وفيديو النهاردة اهداء لصارة صديقتي وهي اصغر صديقة لي وطلبت مني فيديو علشان اشجعها على المذاكرة والامتحانات وعلشان هي بتحب التغيير كتير وبتعمل هي كمان افكار حلوة قوي وبسيطة علشان تغير من ديكور بتاع الغرفة بتاعتها فتعالوا بقى النهاردة اخوتكم معي على المكتب بتاعي وانا بغير او بعمل ميك اوفر خالص للفاز اللي كانت عندي كان عندي فازتين كده صغيرين المفروض بحط فيهم زرع بس انا بقيت بستخدمهم زي المقلمة فجبتهم كان لونهم ابيض وحبيت ان انا اغير لونهم تماما وطبعا لاني بعشاء اللون الاسود فجبت اللون اسود اكريليك وكمان لون جولد عجبني جدا جدا في مكتبة الوان وحبيت ان انا اجربه ودول اللونين الالوان الاساسية فمكتبة الوان سعرها كلها فرنجة مثلا 15 جنيه العبوادي لكن اللون الجولد والسيلفر اغلى بس سنة صغيرة يا غالبا بعشرين جنيه وهنستخدم كمان معينا اللون الابيض اللون الابيض ده اللي هكتب به الكلمة وكان انا عندي عبوات كده صغيرة بمليها دايما بالالوان الاكريليك علشان هي بتحافظ عليهم واقدر اقفلها وتقعد معي اسبوع او اكتر كمان او عشر تيام بحط اللون اللي انا عايزة وبعدين بقفل عليها هي محكمة الغلق فبتساعدني جامد ان هي تحافظ على اللون فترة طويلة زي ما هو من غير ما يتأثر او ينشف وجبت كمان سبونج اي سفنجة بقى عندكم دي كانت عندي وانا برضو حضرتها لانها من اكتر الحاجات اللي هتنفع معي في الفكرة دي اما ده بقى التاتو انا جبتهم من محلات اللي هي بتاعت الميكب وادوات التزين وطبعا مش باستخدمهم كتاتو خالص بس بحب استخدمهم جدا في تغيير ديكور اي حاجة حوالي على المكتب وبتبقى بقى اسعار مختلفة يعني مثلا بتبدأ من 10 جنيه ل 15 ل 20 حسب بقى النوع بتاعها وحسب ما بتلاقوها في المكان اللي حواليكم هي فكرتها لطيفة جدا جدا ان هي تغير بجد اي حاجة انتو عايزينها وكمان عملية جدا ان هي بتنفع استخدمها اكتر من مرة بس اهم حاجة انكو تحافظوا عليها بعد ما تستخدموها اول مرة تحافظوا كمان عليها تاني تحطوها في نفس المكان بتاعها عشان اللازق نفسه مايفكش لان اللازق لو تفك او تهز من مكانه او تحرك هتلاقوا الرسمة نفسها بدأت ما تبقاش مزبوطة والحروف بدأت تنشع من تحتها الالوان ودلوقتي بقى هاختار المكان اللي هحط فيه التاتو ده وابتدي بعد كده احطه بالراحة بس اهم حاجة انه هو يكون يعني شبه مستقيم يعني الفونت نفسه يبقى مستقيم ما يبقاش ميل وببتدي بقى اضغط عليها علشان افرغ اي هوى علشان الرسمة تطلع مزبوطة والحروف تطلع يعني بيرفكت بالضبط زي ما انتو شايفين بصو شكلها لطيفة جدا جدا ودلوقتي بقى نجهز اللون الابيض الاكراليك اللي هنحطه على الكلمة ممكن تستخدمي الفرشة بس هي كانت مزبوطة اكتر السبونج هبتدي اخد بس بالسبونج نقطة واحدة وبعدين هبتدي برضو اوزعها بفرشة كده على السبونج كلها علشان ما تكتلش معي وتبقى مفروضة لان السبونج نفسها بتشرب اللون شوية فبيبقى التأثير بتاعه اخف وهبتدي اطبطب بالراحة خالصة على الكلمة بحيث ان كل الكورنرز تبقى واخد اللون مزبوط وهو اوزعها بس كويس بالراحة خالصة وكل ما كان اللون اخف اللي موجود في السبونج نفسها كل ما كانت طلعت مزبوطة اكتر وكانت شكلها حلو جدا بس كده ويبقى كده خلصنا هبتدي بقى اشيل دلوقتي الاستيكر بالراحة خالص وواحدة واحدة علشان الحروف بتاعته ما تتقطعش عشان اقدر استخدمها مرة تانية بالراحة خالص بصوا بقى شكلها عسل اوي بجد ومزبوطة جدا ما شاء الله بس كده ودي كانت الفكرة بتاعتي النهاردة لو حبيتوا تغيروا اي حاجة عندكم في القودة بتاعتكم او تغيروا اي بقى مقلمة فاز اللي انتوا عايزينه قلولي بقى كمان نختار ايه للفاز التانية انا هستنى انتوا لتختاروا معي وبعد كده برجع بقى الشكل اللي انا استخدمته تاني للمكان بتاعه علشان افضل محافظة عليه نظيف واقدر استخدمه مرة تانية وثالثة وربعة وجبتي كمان قلم جل ابيض ورسمت باترن حوالين الفاز كلها داير ما يدور الاشكال الصغيرة دي ممكن تدوروا باسمين عشان تطلع لكم حاجات صغر مونا ترسموها اسمها ماندالا باترن او ممكن كمان افريكان باترن هكتب لكم بقى الاسمين دول دلوقتي علشان تدوروا عليهم على بنترست او على جوجل بكل سهولة والاقلام الجل الابيض اسمها ساكورا او ينيوبول البرندين دول حلوين جدا جدا تقدروا تستخدموهم علشان تكتبوا بيهم على اي حاجة بلاك سكتش او ممكن كمان الفخار الاسود او اي حاجة لونها اسود انتوا عايزينها وسعر الالم بيبقى فرنج مثلا 25 جنيه اما بقى بالنسبة للتاتو لو ملاقتهوش في محلات الميكوب ممكن تلاقوه في المكتبات تحت اسم ورق استنسل بيبقى ورق مفرغ وموجود فيه منه اشكال كتير قوي وكنت لقيت منه كمان في مكتبات كمان سعد كانت الورقة الوحدة ايه فور بخمسة جنيه بس واكتبولي بقى في الكومنتز احط اني شكل من الاشكال اللي فضله دولا على الفاز التانية هستنى علشان تبقى فعلا انتوا كمان اخترتوا معايا حاجة اعتزي بيها وانا حطها على المكتب تبقى من اختياركم انتوا كمان بس كده ودي كانت فكرتي النهاردة وهي الفكرة مش في التنفيذ نفسه قد ما هي الفكرة في ان انتوا تعملوا اي حاجة تبسطكم وتغير من الموت بتاعكم دايما الحاجات السابتة بتبقى خلاص الطاقة بتاعتها خلصت كده زي ما تقولوا فغيروا دايما في عالب التوابل في الفاز في المقلمة في المج بتاعك وانت حطها على المكتب بتاعك علشان تجيبلك طاقة ايجابية بس كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته